وصل صوتك وعربدة داخل لجنة المالية هو سيتك والله هي يقصد فيك معناه ما نفاه يده ماني قال فما حتى نايب جافي حالت سكر زملائك ايضا في اللجنة قالوا عمرنا مارينا هل هو يحكي عليك انتي خاطر اريد ترد متاعك على صفحة فيشبوك وكأنك تحكي على نفسك من اخدونك بعض وسائل العلام ذكرتك بالاسم هو في الحقيقة رئيس الكتلة سابق اللي ده تونس يعني ما ذكرنيش يعني لكن في الكواليس ذكرني ولهذا انا ماذبية الموضوع هذا ينسكر لان الاخوة الكل في ندى تونس وفي المجلس وخارج المجلس وفي الساحة الرياضية وفي السياحة السياسية يعرفوني ولهذا يعني ميش من اليدكاتي لا ومن القيام ممتاعي باش انا يعني هذا من الله لكن اللي غايرني الكلية هو اللي كونه الرئيس الكتلة السابق اللي اعطاه صورة مشوما للنواب وهذه الصورة مقبل وفيش خايبة تصويرها اخلاقيا او معناها اخلاق التعامل السياسي معناها بنت بعضكم بصفة عامة يعني مش برك يعني مش في ما يخص الاخلاق السياسية ولا الاخلاق العامة يعني انا لفوت كي ما يقولوها ومجلس النواب هو ستانليو ساكري يعني لكن في الوقت الحاضر الرئيس الكتلة السابق أعطاه إيماج مشوما للنواب فهمت كي باش لانا يعني هي الإيماج من الأول مرة ما هيس يعني من عند أحد الأخوان في تونس اللي كونوا النواب ياخذوا في الفلوس والنواب ما يعملوا حاتين والله نحب نذكر هنا هذا يراه خطاة كبير والأعلام ومش عرب المسؤولي يجي للنواب المسلس ورئيس المسلس مش عرب والهدارة متاع المسلس لانه في الوقت الحاضر العمال اللي قاعدة قام بهم قايمين بهم النواب راهوا عمل كبير النواب كي باش يخدموا يخدموا بالمسارية القوانين اللي جيهم من عند الحكومة إذا كانوا يجيني قانون يجيني من مدة سر ويقول لي في خمسة سنة يوم يجبك تحذروا مش معقول هذا يوم الحاجة ثم الثاني حاجة إذا كان مديونيش يعني قوانين شنوما القوانين هدوما ثم قوانين يجي من نواب بروبوزيشون دلواء واللي قوانين يجي من حكومة واكثر القوانين هي يجي من عند الحكومة ولهذا إذا كان ثم تأخير أو كان هو راهو ناتج على تخيين من تأخير من الحكومة أكثر من الحكومة هذا خليه وعلى سيرة يعني ماذا بيه في مخص النواب ندافع عليهم اليوم ندافع على نفسي قبل كرشي ندافع على الواحد سيمون صف الله سلامي خليني نرجع للعلاقة بينك وبين رئيس كتلتك والكلام اللي قالوا على شخصك من غير ما يذكر اسمك واللي هو قال أنا مقصدش النشر متاحه وما كنتش على علم بأنها بشتنشر كلام فيه برشة حديثي محمد الفاضل بن عمراء رئيس كتلت نيدا تونس الأسابق هناك اختلاف بينكما والاختلاف سياسي متعلق بنيداء تونس ونعرف أنه في الكواليس أنت متهم من محمد الفاضل بن عمراء بأنك ضد مريضة بالحاج وأنت من مجموعة 57 وضد القيادة السياسية الحالية التي يدعمها محمد الفاضل بن عمراء وأنك من المخطتين لتغيير رئيس الحكومة بسعيد العادي هذا ما يقال في الكواليس سيمون صف سليم كالحال هدايا مسؤولية مسؤوليتي هو ومش نجاوب أولا هذا الأخ والسيد الذي كان رئيس الكتلة إذا كان تم واحد الذي خرب نيداء تونس والكتلة هو سيد هدايا وإذا كان تم واحد يعني شخص الذي كونه الكتلة تقسمت على اثنين وفي من نواب في بعض ما هو مش فهمين أو في الحزب في نيداء تونس السبب الأولاني هو السيد هدايا لأنا نذكره علش علش لأنه هو أولا شخص يخدم النفسه هو شخص عمره ولا كان في نيداء تونس وهذه غلطة كبيرة من نيداء تونس هو جاء على الدرني المولوت كان هو يعني ملومش عليه يعني كان في في التجمع والدرني المولوت جابوا خليوها في كبالي يعني في القائمة تاعة كبالي ثم بعد ذلك ثم أخوات اللي يعني شافوا فيه الخير مش عظم باش يسميوها الكتلة ممثلا للجنوب عشكون ورحي مش عظم ممثلا للجنوب بحيث هذا إنسان موش من نيداء تونس هذا إنسان حسب اعتقادي ستتان opportunيست طم واحد أنا خارج نايب قال لي بلاي سي مصوف بقول أنا سسموه لنحب 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 أو أنا سي محمود فاضي بن عمرانة ؟ في مخص الرئيس الريضاب الحاج والله نحب نذكر حاجة رضاب الحاج مش عرب يعرف رضاب الحاج قبل جربة أو قبل ثلاثة عربعة شهور قبل جربة كان عندي اجتماع به في الياسة الجمهورية وكان في وقتها يتكلموا الأخوان الكوليكا على تبديل رئيس القتلة أنا قتل وقتها قتل وانا جو بريفار لكونتونيوتي إنما الشخص هذا يلزمك أنت كقياد في الحزر وكمينيسر كونسيو بريد بريسيدان دراري بيبلي أنت يلزمك يعني تشوف كيفاش تراجعوا لكي يخدم مع الصيفة الجماعية في الواقع في الواحد ولهذا أنا قلتل جو بريفار لكونتونيوتي لكن فيما يخص سي الحبيب الصيف سعيد العادي سعيد العادي سعيد العادي سعيد العادي تربيع أنه معناها ما يستهيلش البلاسة اللي هو موجود فيها لا هو في وزير الصحة وقاعد خائد مجهودات كبيرة وهو يسيب كما قال محمد الفاضل بن عمران لا محمد الفاضل بن عمران هذا يجب يقول يحب هو أنا والله نصح نصح السيد هذا قلت له طوى مدة شهرين والثلاثة والله العظيم رأوا ما واش عايب كيف يمشي الواحد يشوف بسيكياتر بفاش عايب أنا برسونالمان جريب وار ريجولي ارمان بسيكولوج وهذا هو معقول هذا هو وما هنا قلت له قلت له مش عادة بيمشي يشوف بسيكاناليست خير في الوقت هذا من أحزن هذا من نصيحة للنجم نعطيه ويمشي يشوف وما فيهاش عايب ما فيهاش عايب بالكل فيما خص سعيد العادي سعيد العادي كان وزير في وقت مكان سيل بيجي قايد سبسي ثم وزير مع السيد الحبيب الصيد ولهذا علاقتي بيه طيبة وعلاقتي بيه من زمان لكن أنا في الوقت الحالة أنا مساند ما هواش الوقت المناسب باش في تبديل رئيس الحكومة وهذه قلت قداش مرة ونعاود اليوم يقولوا الوقت ما هواش في الوقت هذي ثم أرهاب وثم يعني حالة اقتصادية تعرفوها خير مني هذه ما هواش وقت يعني تبديل رئيس رئيس الحكومة ولهذا يزم قيد لرئيس الحكومة ثم برشة مشاريع قانوني قادة خارجة شواني نطلبه منه أكثر هوتوه في الأكثر حالة تفعيل القانون بصفة عامة وفي مخص سعيد العادي قاعد قايم بواجهه في بزارة الصحة ورب يعينه بالرغم الهجومات اللي هو عليها دائما وابدا تلا عنده مستقبل يكون رئيس حكومة سعيد العادي وعلاش ما يكون وثم برشة عباد يزموا يكون علاش علاش ما يكونش هو شاب سيتان بولي تيكنيسيا فهمت ومارس سياسة فهمت أنا ما نجمشي قايمه هذا وهي رئيس الحكومة يعني يزم الكتلة والكتلة نداء تونس والكتلة والاخرية يعني هي اللي تتوافق عليه باش يكون رئيس حكومة ما هوش شخص برك سيمون صفل سلامي نائب مجلس نورب الشعب عن نداء تونس هل أنه اليوم بعد ونعرفو أنه الاجتماع متع كتلة نداء تونس هو داخل في إطار مبادرة 57 وهي نتيجة من نتائج ضغط مجموعة ما يسمى بمجموعة 57 داخل نداء تونس خلت اجتماع الكتلة يشير مرتين ودون حضور القيادة السياسية وفمشكورة فيها نوع من التمرد على القيادة السياسية وانتيجة اليوم نعلموه أنه هناك خبار غير مؤكدة أنه سيد الراب الحاج يفكر في الاستقالة من رئاسة الهيئة السياسية مما ده صحة تساع الكلم هذا أنا ما عنديش علمي فيما خص تفضلون استقالته والله ما عنديش تفضلوا أنه يستقيل أنا عضو في الهيئة السياسية وعمري وعلى حضرت اجتماع للهيئة السياسية تقصير منك هذا نعم تقصير منك سيمونسف السلامي مش عرب مش عرب يعني لكن بحيث يعني كنت نخير لأن الهيئة السياسية والمؤتمر التعسوس هو كان سبب بعد في بعض ملوقات في انقسام نيدا تونس ولهذا خيرنا كونه نمشيه في المجموعة الثالي سابعة وخمسين باش نقربوا الجهات الكل يعني نيدا تونس اللي توا موجودين في نيدا تونس والاماس كما يقولوها السيلانسيوز اللي هي في الوقت الحاضر تترقب اللي كشو ما سيصير في نيدا تونس ومش عذب الأخوان اللي مشاه مع سيموحسن مرزوخ بحيث هذا هو الفكرة متاعنا والفكرة متاعنا هو التوحيد وشوالي طالبين منه احنا طالبين حاجة كبيرة في سبعة وخمسين طالبين كونه أولا يكون اجتماع اكتب التنفيذ اولا تكون قيادة في مخص تسيير الحزب إلى الانتخابات وتركيز هيئة اللي تصرف على الانتخابات هذا هو اللي طالبين وهذا صار اليوم عندكم قيادة وعندكم هيئة تم اقرارها بش تصرف على الانتخابات القيادة احنا محنش متسهمين فيها الهيئة السياسية الهيئة السياسية في الوقت الحاضر اللي ينتي منها ولكن أنا ما نحضرش فيها مجمد معنى عمل تجميد معنى شوف أنا ما تبسحتش حطوك حطوني دونك ولي هذا جاءوا قالوا لي ينتي في الهيئة السياسية وعمري ولا اشتبعت في الهيئة السياسية لكن هذا مهمش كوني موجود البره أو الداخل وأنا خير نكون البره أكثر مني نكون الداخل ونكون فعال البره أكثر مني نكون داخل في وسط الحزب بحيث أنا نرجع السبعة وخمسين السبعة وخمسين هذو هما هما مهم السبعة وخمسين في الوقت الحاضر لكن صمنا بل كلا العدد يعني فوق الميات والميات هما هم ساندين الأخوان في الجهات وغيره هو اللي احنا ما عندناش يعني فكرة بس نكونوا حزب ما عندناش فكرة بس يصير الفكرة بتاعنا الوحيدة هي التجميع الأخوان مش تعملوا انقسام اخر اذا كان صار انقسام نجي بدور نفسنا احنا ما نحبوش انقسام الانقسام بالرابعة المستحيل ما احنا اذا كان مش يصير يكون سبب سبعة وثين مش يكون سبب بالانقسام احنا نجي بدور رحنا شكون قيادة المستهدفة شكون اللي لازمها تبعد اليوم كل المكتب السياسي هو هو مكتب قلنا الاجتماعة متاع الهيئة التنفيذية هي ما استقرر هيئة خمسة والستثمانات اللي ماشي يسيروا الحزن شكونهم الخمسة والستثمانات نيدا تونس اكله كل رموز والله انت تقول فما برشة رموز اللي قاعدين ساكتين بالوقت رحضا وهدو ورموز يعني فعالين الساكت معتبر برشة رمز درعو عندك الحق مش عنا عندك الحق عندك الحق للرمز اذا كانوا ساكت ما يتسمى شرم بحيث ولكن حسب اعتقادي انا نجم ونصلوا الى حل يعني باش نوفقوا في الاخوان ثم بعد ذلك يعني توشوفوا مع سي الكتلة تعسي محسن مرزو يجميكول ومع الكتلة الاخرية تجمي تكون يعني كتلة ريبيبليكان اللي هي تلمت اللي بارتي بكلهم انت مؤمن بالفكرة هذه نعم انا مؤمن بها الفكرة مؤمن بها اللي يكونوا خميس قسيلة يا رأى انها فيش لقبل ما تولت سي خميس خميس قسيلة زميلك في اللفظ سمعت سي سي زياد كريشان سمعت وفي البرنامج انتعك اللي قال للرئيس الوزير خلوا متاع تكت متاع الافاق خلوا كلسو لشوز خلوا ساك ورزان وليهذا انا جندي بان 5% ما جندي 75% تجم تكون يعني ما نحتيش بورسنتين لكن الكتلة ريبيبليكاني اللي جمعتوا لريبيبليكاني شكرا اللي نش في انتظار ذلك في انتظار ان وجوكم نواب من كتلة الحرة ونواب من تعرف الكتلة بتاع ندا تونس 56 ولا 60 اليوم لا في بالنا خاطر تم انتداب 4 نواب جدد اي وا استعملت كلمة انتداب روا اي ما نعرفش من حسب مقال سي مريحي الله يسير يسير اه انتداب والانتداب هبا شنو البعد كل حال هو قعدنا في الواحد قعدنا في المام سيستام هو ككلوب افريكا وانا كأكس سي سي وقال نتقدم بتهينينا الخالصة والقلبية لرئيس حزب ندا تونس السيد شفيق جرية والامين العام ورئيس الكتلة سوفيان طوبال على نجاح الصفقة وعلى العمال الجبار اللي قاموا به نسترجاع هيبة كتلة ندا تونس كتلة غلبية بمجلس نوب الشعب شو تعليقكم عنده معلومات اللي احنا ما عندناش فيه مخص الرئيس جديد بتاع ندا تونس عندك معلومات في مخص ما عنديش ما عنديش ما عنديش فما اتفاق سابق انو ما يصيرش انتقال حتى نايب من كتلة من كتلة الاثتلاف الحاكم من كتلة أو من حزب في الاثتلاف الحاكم الى حزب اخر في الاثتلاف الحاكم فما اتفاق وممضى هذا صح حاليسي محمد فاضل بن عمران اذا كان صح حاليسي فاضل بن عمران انا انا فرحانين اللي اخذتوا اربع نواب من كتلة زميلة معاكم في الاثتلاف الحاكم واذا كان ياخذوا من الكتلة اللي صار وقت في فاضل بن عمران موجود كان من كتلة تونس بشانت الكتلة الحرة زينا كيف يعني من وسط الحزب واحد يعني مش نتكلموا عن الاحزاب الاخرى اللي يكفوا بارتي دي واحد لا موش معقول هذا كل حال نجم نقول لك رئيس الكتلة معمل حسين بس يوحد الكتلة وليس الكتلة سابق يعني بعد ما مشاه هو يعني صار اجتماعين الاجتماع في الحمامات والاجتماع في سوزة والاجتماع الثالث سيكون ان شاء الله بقدر تناف الأسبوع المقبل في تمرقى وهذه أول مرة أول مرة تصير ونذكرك اللي كونه الاخوان النواب اللي مشاه رئيس الحكومة رئيس الحكومة طلب من الرئيس الكتلة السابق طلب منه كونه يستمع بالكتلة نيدا تونس عدة مرات لكن عمره ما وصل للخبر للاخوان كان يستمع به وحده ولهذا لو نعرف رئيس الكتلة يعني هو كان متحمس على المصالحة وفيها الماما مصامحة فيها شوية تمهيم هذيك تمهيم لشكون يعني 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 أنا إنسان اللي هو محامي ومتحمس متحمس لأنه لفكرة المشروع المصالحة لكن بدله هو متعرفش اللي انت قاعد يبدل فيه المشروع هذا مع شكون باش يتعدى على الهيئة الباحث عوض اللي يتعدى على مسجل النواب حصين هذا يجب تعمق فيه سيبو بكر لكن يتعمق فيه أنا مو اللي نحب نقول أنا سيصوية تري سبونطانية في الحكاية هذو لأن شو نيريان عمله بروشي شكرا مستوكرا